عند أول وهلة تقع عيناك على هذه الصور والمشاهد سيتبادر إلى ذهنك منافسة محتدمة بين فريقي كرة قدم وجمور مشجع ملأ الكراسي ليتفرج المباريات ولكن الأمر ليس كذلك إنها مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في تنزانيا دار السلام أضخم تجمع جماهيري لمسابقة قرآنية في العالم تشير الساعة إلى السادسة صباحا وفي أجواء ملبدة بالغيوم توجهت الجموع الغفيرة نحو ملعب أهورو ليكون لهم الأسبقية في الحضور بعد وقت قصير تمتلئ المقاعد المحددة لهم ويستمر تدفق الجماهير إلى أن يجلسوا داخل ساحة الملعب وخارجها تبدأ المسابقة والجمهور يتابع ويتفاعل بشكل ملفت للنظر ولكن الأمر الأكثر إدهاشا حينما بدأه طول الأمطار الغزيرة التي أظهرت حجم الحب والحماس الشديدين لدى الجمهور لمتابعة الحدث والصورة أبلغ من التعبير 23 عاما تواصل مؤسسة الحكمة التعليمية في تنزانيا تنظيم هذه المسابقة وفي كل سنة يزداد تألقها ونجاحها بشكل خاص شارك هذا العام 23 دولة إفريقية بالإضافة إلى ثلاثة مشاركين في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا حظيت المسابقة بحضور شخصيات قيادية في تنزانيا وضيوف رسمية من دول مختلفة وقد اختارت مؤسسة الحكمة هذه السنة الشخصية الفخرية للمسابقة فخامة رئيس دولة زينجبار الدكتور حسين علي موني والذي ألقى هناك كلمة رسمية أبدى فيها اعتزازه بهوية القرآن تأسيس الحكمة فونديشن إن استهيكي بونجيزي وكازي كبوة ونويفانيا يكوياندا مشندانو هايا مكبوة يكيمتائفا أمبايوكو مكهو تستمر الكلمات الرسمية في حين تنشغل لجنة التحكيم في إعداد النتائج وفرزها لتعلن الفائزين في المراكز الأولى تعالت الهتافات المؤيدة من الحشود الضخمة حينما اعتلى المنصة مدير المسابقة الشيخ نور الدين كيشيك ذو الشعبية الكبيرة في تنزانيا جميل سألناه في مقابلة حصرية معه كيف يمكن حشد كل هذه الجماهير وكانت إجابته الحمد لله على قدر الاستطاعة نكون أنفسنا لدعوة المسلمين إلى هذه المسابقة والحمد لله نجد يعني بعد الله سبحانه وتعالى عونا كبيرا من حكومة تنزانية هذه المنشرات نحن عندنا أكثر من ثلاثمائة ألف نوزعها لآخر جمعة لجميع المساجد في العاصمة حتى يعلم الناس أن موعد المسابقة قد حان وعندنا كذلك متطوعين لهذه المسابقة ألف ومئتين متطوع وأغلبيتهم شباب في الجامعات عجيب ولا يريدون جزاء ولا شكورا دابت مؤسسة الحكمة في كل سنة التزيح الستار عن برنامج خيري يدعم المجتمع من خلاله ويكون إعلان ذلك في موسم المسابقة وها هو الشيخ عبدالقادر الأهدل رئيس المؤسسة يعلن وسط الجماهير الشبابية البرنامج الخيري الذي يتمثل بتنفيذ عرس جماعيا لتكوين أسر مسلمة ولتخفيف أعباء تكاليف الزواج كما يسرني أن أعلن عن إقامة زواج جماعي لخمسين عريس وعروسة في الأشهر القريبة القادمة في دار السلام بكلفة إجمالية لمصاريف الزواج والتي تبلغ خمسين مليون شر تنزاني أي ما يعادل واحد وعشرين ألف دولار أمريكي ونفذت المؤسسة ما تعهدت به وأقامت عرسا جماعيا استفاد منه سبعون أسر جديدة احتفلوا بزواجهم الميمون وبحضور عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية البارزة وكان ذلك بتاريخ السادس من شهر أغسطس لعام الفين وثلاثة وعشرين نعود إلى الملعب حيث الجماهير تنتظر بترقب إعلان النتيجة وحانت لحظتها يعلن رئيس لجنة التحكيم الشيخ عبدالله المنذر أصغر مشارك في المسابقة صلاح الدين كاتيريغا وهو فتى من أوغندا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ومئة وخمسة وتسعين شيل تنزاني بمجرد المشاركة في إشارة إلى التشجيع والتحفيز بينما فاز الشاب خالد عمر من جيبوتي صاحب أفضل صوت في المسابقة ونال بذلك جائزة مالية قدرها مليون ومئة وخمسة وتسعين شيل أضيف في هذا العام إلى المسابقة فرع القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأمريكا حيث كانت تنافس محصورا فيما بينهم فازت آسيا متمثلة بمحمد رشدي باكو من السعودية بقي الإعلان عن الفائز في المركز الأول لمسابقة إفريقيا الكبرى والجماهير تنتظر بكل شوق الدكتور وليد منيسي عضو لجنة التحكيم في المسابقة يأخذ الميكروفون ويعلن الفائز بالمركز الأول وهو الشاب عمر محمد حسين